ورجعنا يا أولاد من الفاصل وجبت سوس الشوكولاتة عشان يبقى شبه النايتي بتاع زمان بالزبط وهناخدوا كده ايه خطوط رايح جاي الكيكا دي بتدخل الفرن على درجة حرارة 180 ما بتاخدش وقت هم 10 دقايق لان زي ما شفتوا معايا هي رؤياءة جدا 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 وطبعا هنحشيها مع بعض بالمربة اللي اتفقنا النوع اللي بتحبوه ونخططها كده بالمعلقة رايح جاي عشان تدينا ايه رسمة النايتي بتاع زمان كده هو ماشي وبعدين هندخلها الفرن وهنطلع النسخة اللي معنا ونحشيها بقى ايه المربة كده هو يا جماعة انا عاملة معايا نسخة بصوا حلوتها وجمالها اهي ومعايا الدكتورة شازا الخولي دكتورة سيدلانية هتعرفنا ازاي ناكل الكيكات الحلوة اللي انا بعملها دي من غير ما ندخل بل بالعكس احنا كمان هنخس ازاك يا دكتورة شازا؟ ازاك يا شيف ايه؟ انتش بتعملي كيكات بس حلوة كل الحاجات اللي انت بتعمليها جميلة وتجنن وتسلم ايديك بجد والله ما شاء الله يعني من الاخر مرة كنت عاملة المحشي فضيع فضيع مرة دي قلنا بقى انا نجي نحلي اكلنا المحشي نجي نحلي المياه انا عايز اقولكو افترسنا المحشي كان بصراحة لزيز ودكتور شازا بقى بتطمننا وبتخلينا ناكل الحاجات اللي احنا عايزينها بس طبعا عشان الكابسولة اللي بناخدها بناخد منها كميات صغيرة عايز اقولكو عاستريع انا هعمل ايه؟ واسيبلكو دكتورة بقى شازا تفاهمكو انا هقسمها اتنين وهحط المربة في النص وقطاها اوالب ودكتورة شازا بقى هتفاهمنا ناكل النايت ازاي من غير ما نخص اول حاجة والله تسلم ايديكي يا شيف ايمان على الاكل الحلو ده والكيك الحلو ده تاني حاجة بقى احنا عايزين نتكلم النهاردة على كورس يعني اكسترا تفتيت الدهون عشان طبعا شيف ايمان اكلها حلو جدا وكله بالسمنة البلدي والاكل والزبدة والكيكات كلها بالزبدة لا والنهاردة بالمربة مع دقيق مع سكر مع لبن يعني انهار تقن النهاردة براحتك يا شيف ايمان يا شيف ايمان تعمل اللي هي عايزان احنا ايه نصلح ما يفسده حتى ببطلي بطي خفيف يعني كده كده هاكل وهاخذ براحتك خالص بالزبط النهاردة بقى يا جماعة كورس تفتيت الدهون الاكسترا تفتيت دهون الكورس النهاردة جديد هنتكلم عن نوع جديد جدا من الكابسولات اطلب مننا كتير جدا على صفحتنا ان احنا يعني نقول على حاجات او حلول للناس اللي عندها دهون موضعية متكتلة في اماكن معينة زي منطقة البطن منطقة الكرش منطقة الدراعات والرجلين والافخاز لان فيه اوقات كتير جدا حد يقولك انا عايز اخس من منطقة معينة ودايما الشكوة بتكون من عند منطقة معينة اللي هي منطقة البطن والارداف دي بتبقى مشكلة كبيرة جدا عند ناس كتير جدا فحبينا بقى ايه نحل الموضوع ده بنوع جديد من الكابسولات وهو كابسولات الميزوثيرابي كابسولات الميزوثيرابي دي كلنا بنسمع عن تفتيت الدهون الموضعية عارفة زي ما بيقولوا في بعض الحقن كده اللي تتحقن يعني حقن الموضعية عشان تنزلמם عملتها كابسولة عملناها كابسولة الكابسولة ذكية بالمفعول الثلاثي علشان تفتت الدهون الموضعية وتكون مفعولها سريع من غير بقى ما أكلف الجلسات ولا تتكلفي نيتي تروحي بقى تاخذي حقا كتير في منطقة البطن ولا الدراعات ولا الأرداف ولا الحيطة دي كلها انتي هتاخذي الكابسولة بتاعت المفعول السلاسي بتاعت تفتيت الدهون الموضعية هتكسر الدهون الموجودة في منطقة البطن والأرداف وفي الدراعات وفي كل الأماكن اللي متكتن فيها الدهون نفسها بالزبط يا شيف إيمان وأسرع كمان وأسهل وطريقة آمنة وسريعة وكمان طبعا الكابسولات الأساسية معايا في الكورس كابسولات تكميم المعدة اللي بتدي إحساس كبير جدا بالشبع لمدة 6 ساعات ما بين كل وجبة والتانية الكورس النهاردة معايا عبارة عن نوعين من الكابسولات نوع لتكميم المعدة والنوع التاني لتفتيت الدهون الموضعية اللي هو كابسولات الميز السيربي وعندي نوعين من النقط ونوعين من الأعشاب إيه فايدت بقى النقط أو أنا بحب أدي النقط ليه دايما في الكورس علشان أخلي الجسم طول الوقت يفضل معدل حرق بتاعه عالي حتى وانا نايم معدل حرق جسمي هيبقى عالي إيه ده وانا نايم أتحرق؟ آه بالزبط خليكي وانتي نايمة بقى تحرق الدهود الحلوة دي علشان بقى النقط دي بتعلي معدل حرق جدا على مدار اليوم فهتخلي الجسمي برضو حتى وانا نايم برضو شغال انه هو يحرق الدهون المتكتلة ومتركزة الموجودة عندي في مناطق معينة فبالتالي تعلي معدل حرق بتاع جسمي طيب هتديكي الأعشاب ليه كمان؟ هتديكي الأعشاب علشان تعملي إيه؟ تعملي جيتوكس وتنظف لي جسمي من كل السموم والشوايب اللي موجودة فيه وتنظف لي بقى الكبد والكلة علشان طول ما الكبد والكلة شغالين بشكل صحي وسليم وكويس جدا احنا بنحرم وبنخص في نفس الوقت بالزبط وبحافظ كمان على الأجهزة الداخلية لجسمي وبحافظ على جسمي بخلي جسمي دايما نقي مفيش فيه أي دهون زيادة ولا موجود فيه بقى أي حاجة من الحاجات اللي بتقلل معدل الحرق لأنه فيه ناس كتير جدا تقول لنا أنا عندي الشاق وأن أنا معدل الحرق بتاعي قليل والد جدا يكون معدل الحرق قليل علشان حاجات كتير قوي نقص فيتامين دال الغضة الدرقية الناس اللي بيكون عندها مقاومة أنسولين وفيه أوقات كتير جدا بيكون بسبب تراكم الشوائب أو تراكم المعادن والحاجات اللي هي الملوسات اللي بتحيط بنا وتدخل في جسمنا فبتعمل كده في الدم تراكم للمعادن دي فبتقلل معدل الحرق فطبعا الكورس كله على بعضه بيزود لي الحرق وبيقفل لي الشهية ليه بقى أنا بسمي الكورس النهاردة إكسترا تفتيت للدهون ركزوا معي لأن معي النهاردة الهدية حاجة إكسترا لحوارك معي أربع حقن حرق أربع حقن حرق دول يا جماعة لوحدهم أصلا كأنهم كورس لوحده الأربع حقن حرق دول يقدروا أنه هما ينزلوني في الشهر الواحد عشرين كيلو ده غير أنه الكورس بيكفي شهرين بينزلني في الشهرين دول كام زي ما إحنا دائما متفقين أنا بنزلك في الشهرين ستين يوم تلاتين كيلو أنا عايز أسمي الكابسولة دي نم ورتاح والكابسولة هتخسسك بنجاح حلوة الكلام ده هو ده الاسم اللي لايه على الكابسولة والله نم ورتاح هي هتخسسك بنجاح خطوصا لما تبقى ضرب بكيكة نايت زي دي كده بسم الله ما شاء الله قم بلها نايته هو ده أنا عايز أعرف ده إيه ده دورين ده دورين نايتش طيب ماش نايت دورين نايتش انتي توعيش عالنايت نايتش نايتش انتي توعيش عالنايتش شكلها حلو جميلة جدا إن شاء الله هنجرد ببعض أنا عايز أقول لك هيقلوا منها كتير صدقيني وهتخنهم فأنا مش مسؤولة اللي هيعمل الكيكة دي لازم ياخد الكورس هم ياخد الكابسولة وينمو يمتح ويتخسسه من حاجات بس اي رأيك يا شف إيمان في الكابسولة الجديدة اللي معنى النحوز ده لا انا بصراحة انبهرت لما عارسان عارفة بتاعة الميزوسيراب دي وسألت عليها كتير وقالولني يا امينة جدا لانا عندي ادراعات تخينها شوية وحيتة كده لا امر 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 المهم قالولني جميلة وامينة وكل حاجة وحلوة فانا يعني برضو بخاف من الحقن وبخاف من تأثير الحقن عليها وبعدين لازم تعملي جلسات كتير جدا كتير كل شوية روح العيادة بقى جلسة جلسة كتير بقى الكابسولة ايه صهولة ايوة كمان في الحاجة كمان في ناس كتير جدا بعد ما بتعمل الجلسات دي ب درجة حولية جسمها بتاعلى و يحسوا ان هما همدانين لا ده انتي هتخذ بالكابسولة واحيانا لو اتحقنت غلط بتعمل تلايف صح بالظبط كمان ده اللي خوفلي منها بتعمل تلايف لو اتحقنت غلط فتخيلوا بقى ان احنا ممكن نبعد عن كل الحاجات دي وناخدها بكابسولة بالضبط فالكورس النهاردة مختلف اللي هو اكسترا تفتيت الدهون اللي يبقى علشان مكامل من نوعين من الكابسولات زي ما احنا قلنا الكابسولة الاساسية اللي هي تكميم المعدة اللي لازم دايما معانا في كل الكورسات بتاعت HR فارما علشان تديني احساس بالشبع والكابسولة التانية الميزو سيرابي الجديدة اللي معانا لتفتيت الدهون الموضعية اللي بيكون فيها ال كارانتين وبي بي سي ونوعين النقط ونوعين الاعشاب واربع حقن حر الناس بقى اللي بتخاف تاخد الحقن عضل تقدروا تفتحوا الامبولات على كوباية مية او كوباية عصير وتاخدوها وزي ما قلتلكم انه الاربع امبولات دول كافيلين اصلا انه هما نزلوكوا عشرين كيلو لوحدهم غير التلاتين كيلو بتوع الكورس طب بنا اني بقى الحقبز جديدة فانا بقى لازم اسأل هل هي نفسها نفس الحاجات اللي قابل كده امنة على كل الناس واي عمر يقدر ياخدها واي حد عنده مرض يقدر ياخدها ولا ايه العبور دايما اهم حاجة كل الناس اللي امتابعيننا وامتابعيننا دايما على طول وعارفين كورسات HR فارما دايما بأكد وبربح عليكم انه الكورسات كلها مرخصة ومصرحة من وزارة الصحة المصرية دي حاجة مهمة جدا وتاني حاجة مهمة دايما بنقول عليها انه المواد الفعالة اللي موجودة في الكابسولات وفي النقط والاعشاب وحقن الحرق وكل المنتجات كلها مواد طبيعية وامنة مية في المية يعني هتخسي بشكل كويس وبشكل صحي وامن واهم حاجة انه هو شكل تدريجي ومن غير اي اثار جانبية طب احنا عايزين نعرف هنطلب بقى ازاي الحقنة الكابسولة الجديدة دي الكورس كله هنطلبه عن طريق ارقام التواصل اللي ظهر عندنا على الشاشة طبعا في حاجتين مهمين شركة اتش ار فارما متميزة بيهم وبتقدمهم ايه هما انه الشحن بيكون مجانا لأي محافظة محافظات مصر وكما حاجة مهمة بقى يا شيف ايمان عشان واحنا قاعدين كده يعني في التكييف عالكنبة او في اي مكان الفريق الطبي بيتابع معانا كل اسبوع متابعة مجانية يعني مش هنزل من البيت واندي قاعدة كده واندي صفحة بتاعتنا صفحة اتش ار فارما الوحيدة يا جماعة بارقام التليفونية الخاصة بيهم بالتواصل ونفس الارقام دي هي اللي عليها الواتساب تقدروا تتواصلوا تطلبوا من الارقام دي وكمان تقدروا تتابعوا من خلال الارقام دي وطبعا بما ان كل حالة بيبقى ليها ظروفها طبعا هتتصلوا لأول بالارقام وهتقولهم على حالتكو الصحية وهيقولولكو الكورس المناسب لكم بالزبط صحي دكتور؟ بالزبط كده علشان كمان احنا عندنا يعني كل شخص بيتابع بيكون لي ملف باسمه وسنه ووزنه وطوله وحالته الصحية لان كل شخص بيكون لي مثلا في ناس بيكون عندها ضغط في ناس بيكون عندها سكر في ناس بيكون عندها مقامة انسلين او ناس كبيرة في السنة او ناس كبيرة في السنة او ناس اوورويت اه صحيح بالزبط كل واحد بيكون لي الكورس المناسب لي وبيكون لي الجرعات المناسبة لي يعني مثلا اللي عايز يخص عشرة كيلو مش زي اللي عايز يخص عشين مش زي تلاتين مش زي الخمسين واللي سنه صغير وحرق وعالي مش زي اللي كبير وحرق مات صحيح فكل شخص يا جماعة دايما بنحب ان احنا نديله الحاجة المناسبة ليه اللي توصله يعني العارفين للبر الأمان كده وللشكل الحلو والسليم اللي يكون لايق عليه لان كل شخص بيكون لايق عليه يعني جسمه لايق عليه شكل معين ماينفعش ان انا اقول مثلا انا ليه اختي بقت مثلا ستين كيلو وانا ستين كيلو بس انا شكلي ادخن وهي شكلها ارفع لا ده بتبقى طبيعة جسم وبيكون كل شخص مختلف عن التاني فده دايما اللي احنا بكلم عليه تخزيل الدون بتختلف من شخص للتاني بالزبط كده بالزبط خليني برضو اقول برضو نصيحة او نصيح سريعة لكل الناس اللي بتجرب معنا وكل الناس اللي هتتصل معنا النهاردة انه وانتي بتبدأي او انت بتبدأ في رحلة انقاص الوزن مع الكورس المقدم من HR فارما لازم نحط في اعتبارنا ان في حاجات برضو احنا لازم نتجنبها يا شيف ايمان عشان برضو نبقى يعني قادرين ان احنا نكمل وبشكل كويس يعني مثلا في حاجات مثلا السكر بتاعها عالي في الصيف مثلا بلاش نشربها والعصير الكتير عصير الكتير عصير الكتير من اكتر الحاجات اللي بجد بتبقى مش يعني مش صحة لها نشربها وكمان بلاش نكتر في من عصير المنجا او اكل المنجا كتير بس ناخد عادي بس مش بكميات كبيرة بالضبط كده بس برضو علشان نبقى عارفين انه ايه لا يعني في حاجات احنا محتاجين ان احنا نقنن منها غير اصل ان الكابسولة بتاع التكميم المعدة مش هتديني احساس احساس انا يعني انا عايز اقولك برضو على الحاجة كمان جدا وكامنت جايلي كتير قوي قوي قابل ما ادخل مع كي الحلقة انه اللي بياخد كابسولة التكميم بيحس ان هو شبعان طول اليوم مش عايز ياكل نفسه ما بتروحش بقى على ولا اللخبطة ولا الرموة ولا الجدي كلها بس برضو في حاجة مهمة لازم اقولها انتو حتى يا جماعة الناس كلها اللي اخدت الكابسولة وحاست انها طول اليوم مش جعانة ما ينفعش لازم تقسم لنفسك وجبات وجبات فطار وجبات غدا وجبات عشا يكون فيها بروتين وخضار كاربوهايدريت كل اللي انت بتحبه بكميات قليلة لانه لو انت بطلت تاكل الجسم المنظومة ذكية بيبدأ يمسك ويتشبس كده في الدهون وفي الحاجات اللي معانه وبرداش يسيبها بسرعة بيحس ان هو داخل على المجاعة بيخاف فبتدي يخزن اكتر عايزين بقى كده دكتور فرجينا على صور وقصص نجاح نشوفها ونتشجع بيها كده خسوا اه ده؟ مين ده؟ البنوتة دي نزلت في شهرين بس يا شيف ايمان انت متخيلة السؤال اللي بيجي على بالنا كلنا اول ما بنشوف الرقم ده انا سهلة خس بس خايف ارجح تاني بعد ما خست وطع بخ لان في عندي حاجات مميزة جدا المواد الفعالة اللي موجودة في الكابسولات والنقط والاعشاب بتنزلي الوزن بشكل تدريجي بنركز مع بعض بشكل تدريجي وامن من غير مسيب الجلد يكون متراهل ولا يبقى فيه علامات تمدد يعني خست الوزن ده كله دكتور وما تراهلش ده بصي ده تحسي تيتا وبنتها اه يعني بصي الجسم بقى متأسل مفيش دهون في الاماكن اللي كان فيها دهون زيادة زي الدراعات والبطن والارداف والرجلين والحاجات دي كلها انا نشتشوفها دلوقتي واولا حاسة بايه بعد ما خستي كل ده فبجد كمان الحالة النفسية بتفرق جدا المود والشكل والشكل اللبس وشكل الجسم وبعدين الناس اللي بتخس كلها معنا بيبقوا دايما شخصيات مؤثرة في الناس اللي حواليها فدي حاجة برضو كمان من الحاجات الحلوة قوي اللي دايما احنا بنبسط بيها انه اي حد بيجرب الكورس معنا من HR Pharma دايما تلاقيه بيبقى ملهم او مشجع للناس اللي حواليها تبدأ طبعا انا ما بقى جنبي حد يخسل الشكل ده والرقم ده ده انا اجري جيبك فورا بالزبط صح كده وشهرين بس اكيد يعني من ما شاء الله بالزبط فدايما دايما بأكد على انه احنا يا جماعة لما ناخد الكابسولات اه البنوتة دي برضو من الحالات برضو الممتازة جدا طبعا شايفين الفرق يعني باين جدا القوام بقى منحوط بقى فيه وسط بقى فيه شكل شكل الجسم بالزبط شكل الجسم بيكون باين جدا وزي ما قلتلكو ان احنا لازم واحنا بناخد الكورس نقسم وجباتنا ماينفعش ندخل جسمنا ابدا في مود ستارفاشن او مود اللي هو ان انا اجوع جسمي ده غلط جدا هيخلي يعني معدل الحرق يقل وهيخليه كمان يعني مش قادر اكمل لازم نساعد مع الكورس ان احنا نقسم الوجبات ده غير كمان ان انا معايا النقط اللي بتعليني معدل الحرق اربع اضعاف بقدر اخدها على مدار اليوم هتخلي الحرق بتاع جسمي شغال حتى وانا نايم دي بقى الحاجة المميزة وطبعا الحقن الهدايا اللي معايا نهاردة اربع حقن يا جماعة انتو بتخيلين نهاردة الكورس عامل ازاي الكورس يعني يا دكتور احنا احنا قلنا له مع الكورس كتير قوي احنا عايزين اكون الكيكة بقول لكم ايه الارقام على الشاشة اهي بسرعة اطلبوا الكورس وخصوصا اتكابسولة الجديدة المزوا سربي من الارقام دي والهداية النهاردة واسبونا بقى احنا راكل الكيكة النايتي بقى وكده هو بقى وطلبوا الهدايا يا الله مبيرة اوه عايزيني الهدايا والكرس بتاع ايمان ايوه واشوفكم حلقة جديدة اردوا بالعافية يا اولاد وانا هاكل النايتي وانتو لا اشتركوا في القناة